وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف ووزير الشؤون الشبابي والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس ورئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة ورئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد جمال عبدالعزيز العلوي ورئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإفصادية سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان ورئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكينه سعادة السيد حسين محمد رجب ورئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة سعادة السيد خالد عمر الرمحي ورئيس التنفيذي للهيئة العمال للرياضة سعادة الدكتور عبدالرحمن الصادق عسكر وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بالجميع ونقل لهم تحيات جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وتمنيات جلالته للجميع دوم التوفيق والنجاح في تأدية مهامهم وواجباتهم بما يتوافق مع رؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 واستعرض سمو خلال اللقاء أهداف المحفظة المالية التابعة للهيئة العامة للرياضة والتي ترتكز على توفير تسهيلات وتقديم امتيازات للدعمين والمستثمرين في القطاع الرياضي والذي يخدم تطوير وارتقاب منظومة العمل الرياضي وتدفع بالرياضة نحو مستويات أفضل تتحقق معها مزيد من المنجزات الرياضية ونقش سموه مع الجميع وضع الخطط والتصورات على المدى القصير والبعيد التي يمكن من خلالها اقتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى التنويع الاستثماري في المحفظة مؤكدا سموه على همية تكاتف الجهود بغية تحقيق الانجازات المنشودة التي ترتقي بالرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر